في مقطع اليوم رح نتعلم كيف نلعب الموسة في يد واحدة اول شي تحتاجه هو ماوس جيمينج او ماوس تحتوي على زرين اضافيات يعني توتل اربع زرار كمثال ماوس الكورسير اللي انا استخدمها حاليا فيها زرين على يسار الماوس الزرين موجودين فوق بعض اللي تحت بستخدمه للتحرك واللي فوق بستخدمه للضرب او للمهارات اما بالنسبة للكيمين ولكي السار بستخدمهم للمهارات الاضافية اللي بسموها Flow Scale طيب الحين خلين نشرح الفكرة كل اللي عليك تعمل اسك تروح للعدادات ثم انترفيس سيتنج انترفيس سيتنج ومن ثم تروح اول شي للأكشن هاتكي تنزل تحت لعندي الافيجين اللي هذي وتخليها زر اللي انت تبغى بالماوس انا حاط الماوس زر رقم واحد اللي هو اللي تحت ومن ثم تروح بعدها للكويك سلوت هاتكي تختار الزر لكويك سلوت رقم واحد وتخلي اللي فوق اللي انت محتاج ان تستخدمه وكذا احنا فعلنا اول شغلتين اللي هما حرفين اهم حاجتين في الشرح ثم تتم الابلاي وتروح للسكيل حقتك اول حاجة بالسكيل حقتك انت محتاج حول 600 سكيل بوينت مش اكثر وحتلعب بكل تأكيد هتروح عند المهارة هذي تاخذه برايم ثم تسحبها وتحطها على رقم واحد وهذه المهار رح تفعلها وتتركها في مكانها ما رح تقرب لها لان هذا المهار رح تكون حقتك ثم هتنزل وتفعل بسفاتك كاملة بدون استثناء وبعد كذا هتروح للسكيل اد اونز ثم تعطي المهارتين اول مهار رح تعطيها موفمينت سبيد وريكوفري مانا ثم مهار رح تعطيها دامج مونستر وريكوفري مانا وهذا الشكل انا سوف استخدم الموس الآن بالموس فقط طيب الآن كل اللي يتبقى علينا ان نعمل تست للموضوع زي ما اتفقنا الزري تحت بعمل داش وزري فوق بضرب انت مارح تقدر تشوف اش اللي قاعد يحصل هنا لانه ما في زرين اضافيات بالصور المصغرة مع الاسف الشديد فاق الصور المصغرة لانه ما اتطورت لكن حيننا نعيد التجربة مرة ثانية داش 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 ما يوقف الداش طبعا لا ولكن في استامنا وهي مانا عم تنقص معي حل المانا بسيط انك تشتري بوشينات مانا وتحطها هنا حل استامنا توقف شوي وتكمل طريقة اما بالنسبة للمهارة الدامج اللي هي الزر اللي يفوق رح اضغطوه اول فلو اول فلو كولدون 24 ثانية اما بالنسبة للمهارة هذي بقدر استخدمها بشكل لانياعي هل كلم يطورو ما hygiene هون فب shotgun اما بالنسبة للمهاب أغير اول فلو الثاني عبارة عن liberde عم تستخدم cap رفый هذه justamente لان نحو عم تنقص مع مهارة داخل قلب 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 هل ر acha المودي موادي وذلك ستكون جاهز إجابا شبق Ki-ika انني لدي دائما اخرarte طريقة التفريم بالموسى بهذا الشكل هذا بالنسبة لساكسشن موسى وانهاند طريقة خرافية في استخدامها بالسبوتات الصغيرة بحيث اني اكون مرتاح واني قاعد احرك يدي اثنتين واذا تبغى نصيحتي تبغى تطلع فلوس كل عليك انك تجي للصحراء بالموسى هذه الطريقة بس هنا او بسلبر ماين او بلاكو جيل او بمناطق الخفيفة اللطيفة التي تتفرن فيها بيد واحدة وبمهارة واحدة